الشائعات بنشوف الفترة دي ان فيه شائعات في كل المجالات بتطول التعليم بتطول الصحة بتطول السياحة بتطول اي وإحنا عارفين طبعا مين اللي بيقف وراه الشائعات دي الشائعة بتاعت النهاردة كان متعلقة بمنطقة الاهرامات وعازين بس نفكر حضراتكم ان الكلام عن منطقة الاهرامات ما بدأشي مبارح او اول لا فيه شائعات من فترة طويلة بتتكلم عن الهرم الاكبر هرم خوفه لو حضراتكم طبعين اللي بيحصل وبيتقال عن الموضوع طب قالت ايه الشائعة بقى الشائعة بتقول ان تم اغلاق منطقة الاهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن اعمال خطة التطوير طبعا الشائعة دي يعني نقدر نقول الناس اللي بتاخد من الحبة تعملها قب الموضوع كله باختصار شديد جدا لحضراتكم هو مركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى طبعا الشائعة دي وقال ان منطقة الاهرام مفتوحة لكل المواطنين سواء مصريين اجانب في اي وقت كل الموضوع ان غرفة الدفن في هرم خوفه بيتم لها ترميم وبالتالي ما بتدخلش بس الزائرين او السواح ما بيدخلوش للمنطقة دي بناء على اعمال الترميم اللي شغالة فبالتالي دي اشاعة مهش سليمة اشاعة كاذبة لم يتم التحقق منها وبالتالي فيه ناس بتنساق وراء الاشاعة دي احنا دورنا هنا في التلفزيون المصري ودور مركز الاعلامي لمجلس الوزراء وكل يوم في نشرات الاخبار وفي البرامج بنأكد وبنوضح للناس ازاي مجلس الوزراء بيرد على الاشاعة دي ووزارة السياحة تحديدة لانه طبعا مركز الاعلامي لمجلس الوزراء بيتواصل مع الجهة المختصة زكاة الاشاعة خاصة بالتربية والتعليم فبيتواصل مع وزارة تربية والتعليم الصحة بيتواصل مع وزارة الصحة في السياحة بيتواصل طبعا مع وزارة السياحة وهنا وزارة السياحة والاثار شددت ان منطقة الاهرامات هي منطقة مفتوحة امام جميع الزائرين مصريين واجانب زي ما قلت لحضراتكم وحركة الزيارة فيها طبيعية جدا واعمال مشروع تطوير منطقة الاهرامات الجيزة اللي ممكن حضراتكم تابعينها اللي ساكن في اكتوبر أو اللي بروح المنطقة دي وبيعدي سواء من عطري السياحي أو الدائري بيشوف أن فيه شغل في المنطقة دي لتطوير المنطقة بدأ من كم سن فتطوير المنطقة الأسرية وما دخلها ومحطها وبرضه مركز الزوار كل دليل علشان نرفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية سواء أمام الزائرين المصريين المحليين أو السائحين اللي بيجوا من كل دول العالم لزيارة الأهرامات أحد عجائب الدنيا السابق